سأل أهد الإخوة في أوروبا عن السفر وبقاء في برطانيا حتى تمكنه الهجرة إلى بلاد المسلمين وهو في ضيب في بلده فما نسيه أن تقال له يعني أهد الإخوة يريد أن يسافر إلى برطانيا وبقاء هناك حتى تمكنه الهجرة إلى بلاد المسلمين بلاد المسلم نعم هو مسلم هو من بلجم لا يريد بالعربي بلجم لكن قريب من فرنسا ها يعني لا إلا كان يستطيع أن يدعب إلى بلاج المسلمين فإنه يعبد الله عز وجل لكن يحاول أن يكون مع جماعة المسلمين وعلي شاهد إلى ذلك الذي يكتب فيها المسلمين نعم الحمد لله وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شيخنا سيد بن هليل حفظ الله تعالى was asked for advice one of the brothers in Europe asked about traveling to stay in the UK and prepare himself to make hijrah until he is able to do so to make hijrah to a Muslim land as he finds difficulty in his country to practice Islam what's your advice to him? the شيخ حفظ الله تعالى said if he is unable to make hijrah to a Muslim land then he should worship Allah the Almighty and strive to be with a group of the Muslims and be in a place where there is where there are a lot of Muslims and we ask Allah the Almighty to accept our good and forgive our evil وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم let's check on we love the se